وبينما يركز الغرب وواشنطن على الحرب في أوكرانيا تبحث روسيا عن النقاط ضعفه في بقية العالم أفريقيا منها وليبيا تحديدا حيث يراها بوتين أرض الفرص وفق مجلة ناشنال انترست أرسل بوتين المع خبرائه الإقليميين عيدر رشيدو فيتش غنين وعينه سفيرا جديدا لموسكو في طرابلس وهو أحد مستشاري بوتين المقربين في الشرق الأوسط في قسم تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الروسية هذه التحركات الروسية في ليبيا تقلق الولايات المتحدة والأخيرة أرسلت مسؤولين في البنتاجون لطرابلس بجانب زيارة وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ووفق بلومبرغ تفكر واشنطن في إعادة فتح سفارتها في ليبيا حيث لا تبتلك الولايات المتحدة الآن لا قوات ولا وجودا ديبلوماسيا والصراع بين الطرفين جزء كبير من أهدافه هو النقط الليبي اشتركوا في القناة ورقة النفط هي ساحة لتصفية الحسابات السياسية في ليبيا ومطمعا للدول الغربية في فبراير 2022 كانت ليبيا تخسر يوميا 60 مليون دولار بسبب الخلاف بين البيبة وبشاغة كان لابد من إيجاد حلول ووجدت ليبيا الحل في تقنية الحقول النفطية الذكية وهي هذه التقنية ستتيح التحكم في عملية الإنتاج عن بعد عبر غرفة تحكم مجهزة بالكامل تسمح بالوصول إلى البيانات التشغيلية الحية ومراقبة النتائج الآلات الصناعية في الموقع ستعمل مع البرامج وأجهزة الاستشعار لتوفير البيانات وتحديد المشاكل والأعطال والتي كانت تقتضي في السابق زيارات ميدانية لنأخذ مثالا هناك خزنات بها زيوت ثقيلة صعبة الاستخراج لذا لجأت بعض الشركات لتطوير تقنيات لتعزيز الإنتاج مثل أداة البيانات نايبراز والتي تجعل وتجمع مليون معلومة كل دقيقتين من عشرة آلاف بئر وبنية تحتية محيطة هذه الأداة توفر مؤشرات رئيسية عن الآبار وحالة الخزان ترسلها لغرف التحكم وبالتالي القرار أفضل والكلفة أقل حتى الوقت المستغرق ما كان يحدث في يومين يتم الآن في ساعة أو ساعتين هذه التقنية ستساعد أيضا في استكشاف آبار نفطية جديدة خلال مدة قصيرة عبر تقديم بيانات عن الغاز والنفط إلى غرفة التحكم لتحديد جودة النفط موسيقى 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 لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات موسيقى 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 موسيقى